في إطار المرحلة الثانية من معركة رد التقيان التي بدأتها المعارضة المسلحة لإغلاق الجيب الذي تقدمت خلالها قوات النظام إلى مشارف مطار أبو ظهور العسكري استعادت فصائل المعارضة السورية السيطرة على سبع قرى من يد قوات النظام التي اعترفت بالانسحاب منها في وقت تواصل تقدمها برف حلب الجنوبي من ثلاثة محاور مستخدمة خطة الدفاع في المناطق التي سيطرت عليها جنوب وأشرق إدلب إلا أنها بحسب الواقع الميداني تحاول الوصول إلى المطار العسكري من جنوب حلب ومع تدهور الأوضاع الأمنية حذرت صحيفة الجاردين البريطانية من كارثة إنسانية جراء تزايد موجات النزوح حيث بلغ عدد النازحين أكثر من ثلاثين ألف مدني بحسب إحصائيات للأمم المتحدة يقول مونير مصطفى مدير الدفاع المدني إن موجة النزوح من إدلب هي الكبرى منذ بداية الثورة السورية وحتى اليوم ففي إدلب يوجد أكثر من مليونين وأستمائة ألف مدني مهددون بالنزوح باتجاه المخيمات والحدود مع تركيا بتزامن مع التقدم الذي تحقيقه قوات المعارضة في إدلب تواصل فصائل المعارضة السورية سيطرتها على طريق المشات الذي فتحته قوات النظام باتجاه إدارة المركبات في حرستة بالغوطة الشرقية بعد فشلها في فك الحصار عليها بشكل كامل فضلا عن أسر مجموعة من عناصر النظام وقتل آخرين رفضوا تسليم أنفسهم وبحسب خريطة المعارك الميدانية تسعى قوات النظام إلى تطويق مدينة حرستة في الغوطة الشرقية من ثلاث جهات الأولى من جهة الأوتوستراد والثانية من جهة مدينة عربين والثالثة من جهة البساتين حيث يتركز اقتحام قوات النظام حاليا في المنطقة الخلفية لمشفيي البيرون والشرطة الواقعين على الأوتوستراد الدولي دمشق حمص بالتالي فإن النظام يراهن اليوم على خاصرة دومة لعزل حرستة ومن الصعب التوغل فيها كونها تحت السيطرة النارية عداعا التحصينات وشبكات الأنفاق